قال مدبولي أن معدل التضخم واصل انخفاضه للشهر الرابع على التوالي أضف مدبولي أن عام 2025 سيكون عام التعافي الاقتصادي للدولة المصرية إحنا لرابع شهر مستوى ومعدل التضخم بينزل وده شيء في منتهى الأهمية لنا كدولة وده حريصين عليه وده يمكن من واقع اجتماعاتي الإسبوعية وهناك لجنة حضركم عارفينها اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار بتاعت السلع الرئيسية وده بتجتمع كل إسبوعين وبالمي فيها كل الجهات المعنية وكل ممثل القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع وبنطفق مع بعض على الخطوات اللي من شأنها تضمن ثبات الأسعار وانخفاضها لأنه ده اللي احنا كلنا عايزينه وعشان كده يمكن كنت عملت اجتماعين منفصلين الحقيقة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات لوحدهم مع بعض وبعد كده عملنا اجتماع اللجنة نفسها الخاصة بالموسعة لضبط الأسعار كل شغل الشاغل وده توجهات سيادة الرئيس ان احنا الحفاظ على ثبات الأسعار وانها تاخد كمان مصار تنازلي في خلال الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر